موسيقى ندمر فيه بالحديئة وكمل حياته بشكل طبيعي هل أنت قاتل محترف أم طالب سف عاشر؟ يا زلم نحن وقتنا صغار في المدرسة كان إذا عيط علينا الأستاذ نبكي وما ننام الليل اليوم طالب يتخانق مع رفيقه بالمدرسة كرمال موبايل دون يروح بيقتله نحن ما وصلنا لهون إلا بعد ما منعوا الأستاذ من استخدام العصاية رجعوا العصاية للمعلم رجعوا العصاية لحتى يستعيد الشارع بعض من أخلاقه لأنه المذابل صارت بالأفواه والتصرفات مو بقى بالحاويات هذه العصاية كانت كافية تخلي الطالب من عمر عشر سنين يقرأ قصايد بطلاقة يتقن الإملاء والكتابة وحفظ جدول الضرب هذه العصاية كانت كافية تخلي الطالب يجمد الدم بعروقه إذا غلط وطلع الأستاذ فيه وزوره كانت كافية تخلي الطالب يهربوا ركد على البيوت إذا بس بيلمحوا الاستاذ جاي من أول طريق هذه العصاية خرجت أطباء ومهندسين وطيارين وضباط وعلماء بزمن كنا لسا نستخدم فيه الألم والمصطرة مو الايباد علموا أولادكم أن المعلم هو أب هو قدوة هو بيمون يضرب ابنك وقت الغلط فاليوم للأسف أغلب الأهالي بيوقفوا مع أولادهم على الغلط وبتلاقيهم عم يروحوا على المدارس وعم يعيطوا بوش المعلمين أنت كيف بتمد إيدك على ابني؟ وبيكون ابنه هو الغلطان وآخر شيء الأهالي بيستغربوا بعد كم سنة ليش ابنه طلعهم طقطة أو سلوكياته غلط بيستغربوا أن ابنه صار مجرم عم يقتل رفقاته رجعوا العصاية المعلم قبل ما يفوت الأوان موسيقى